السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا بكم في هذا البد المباشر اللي كنقدم لكم دائما من اسبانيا اللي كنت نوله من خلاله مجموعة من المواضيع طبيعة الحال لا حديثة في المملكة المغربية هذه الايام الا عن الفيضانات والامطار الى غير ذلك فقدينتظروا يدخلوا الاخوان يدخلوا معنا الاخوان طبعة الحال المغاربة سواء كانوا يعيشونها بالمملكة المغربية او يعيشونها خارج المملكة المغربية موضوع مهم سنناقشه سنحاول ان نوصل صوت المواطنين المتضررين جراء لهذه الفيضانات اللي كتشهد المملكة المغربية طبعة الحال مجموعة من المدن مجموعة من البلديات مجموعة من المداشر مجموعة من القرى اللي اضررت بواحد شكل كبير بهذه الفيضانات هناك بطبعة الحال هناك ناس تفاو هناك تلاميذ تفاو هناك انهيارات لبعض المنازل اذا مجموعة من المدن طبعة الحال تضرروا من خلال هذ الفيضانات الموضوع دينا حاليا ما غديش نهضروا على الحدود ولا غدي نهضروا على اسبانيا ولا العلاقات ولا غير ذلك فغدي نهضروا اليوم على الفيضانات ونهضروا على المدن المتضررة طبعة الحال كانت منها وان شاء الله انه هاد الليلة والليلة انت اغدى ما يكونوش هناك خسائر في الارواح لانه حسب ما كانت وصلوا به كقنان شوف تيفي انه هناك سيدة او تلميذة كتدرس في التاني اعدادي يعني جرفتها مياه احد الويديان واليوم هزوا جدة ديالها او القول جدة ديالها طبعة الحال عناصر الويقية المدنية الى غير ذلك وللأبناء الحي أبناء المضاشر المجاورة لهذه المنطقة هذه هزوا هذه البنت هذه لتوفات انني الله واننا الي راجعون يعني كانت غادية المدرسة حسب المعلومات اللي كانت وصلوا بها المعلومات طبعة الحال اللي غادي تأكدها قنان شوف تيفي غدا ان شاء الله اللفظية ردينا لتلك المنطقة نوحي وزان هناك معلومات تقول بانه فتاة يعني لقيت مصرعها او توفيت جراء هذه الفيضانات هذه ان لله وان اليه راجعون فبطبيعة الحال متتبعي قنان شوف تيفي شفنا الفيضانات بطبيعة الحال بمدينة الضالبضاء فيضانات كانت قوية فيضانات يعني ما كناش كانت صوروا انه مدينة الضالبضاء غادي توصلت لديك المرحلة انه الناس يعني اللي يعوموا في المياه في شواري احدى من المنزل ديالهم فهذا الامور هدي فبطبيعة الحال هاد الامور ما كناش كانت صوروها نهائيا والحمد لله هاد الفيضانات بطبيعة الحال يعني قدرة الله سبحانه وتعالى من قدروش اننا متعرضوا عليها فكان هادروا على البنيات التحتية كان هادروا على القوادس كان هادروا على مجموعة من الاشياء وانا كنتابع مايروش في مواقع التواصل الاجتماعي كنتابعوا شنو واقع في المملكة المغربية فهناك العديد من المدن التي تعاني من البنيات التحتية ولعل ذلك انكم شفتوا الواقع اللي وقعت في الضالبضاء قبل قليل هو الانهيار ديال هاد المنازل هادو اللي كانت يعني ايلى للسقوط يعني هاد المنازل اللي كيكونوا كما كان قولوا كما كان قولوا رهم على سبا فكانت منه ونتمنه انهو مايكونوش ضحايا مايكونوش ضحايا الاخوان اللي تسولوا ان يبغوا الفيديو ديال الدار اللي كتطاحوا لاشي حاجة فيحاولوا انهم يدخلوا القناة شوف تيفي على اليوتيوب راكي كين الفيديو وكين مجموعة من الفيديوهات اللي راهم تما انجسترين باقيين تما واللي صهرت عليهم قناة شوف تيفي طبعات الحال اللي دائما تكون سباقة لهذا المواضع فنترحم على كل اه كل ناس اللي توفات اه جراء هذه الفيديوهات في المملكة المغربية كذلك هناك نواحي تونات يعني وفاة احد الاشخاص اللي حولها بمدينة تونات يعني تعرض له احد انهيار يعني انهيار صخري والدار دياله كانت اسفل الجبل طبعات الحال الصخور دخلوا علي المنزل وتوفي في الحين ان لله وان اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ طبعات الحال هذه الفيضانات بينات على مجموعة من الاشياء خاصة القاضية للبنية التحتية فعندما كنا نتحدث عن البنية التحتية نتحدث عن الاساس دين المدينة او الحي او المدشر فكيفاش يعني هذه المدن هادو فاش كاي تطيحو شوية الشتاء تغرقوه ولمن كتحملوا المسئولية انتوما كمواطنين مغاربة لمن كتحملوا المسئولية في هادشي واش لدك المنتخب واش دك المقاوين اللي ماداش الخدمة ديالو الى غير ذلك فبزاف الناس بزاف الناس اللي حسب ما كنشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي تيحاولوا تيحاولوا انهم يحملوا المسئولية لبعض الجهات فالمسئولية لتحملوها جميعا ديال هاد الامور ديال الاروغار وهاد القوادس وهذا الشي لماذا؟ فمقارنة نحن لم ندير مقارنة من اسبانيا او مقارنة بالمغرب فكل واحد وعليكم السلام ورحمة الله سيدا خديجة كل واحد هو كيفاش يعيش كل واحد هو كل واحد هو كل واحد هو كل واحد هو كل واحد ولكن نحن نشوف المملكة المغربية كل واحد هو وعلى طول العام هم ترموا في الوسخ ترموا في كده وفي التالي يقول لك رفض علينا المار القادوس كده 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 فما تستناش اخي حتى يجي دك العضو دا المجلس والذيك البلدي انه تنقلك ذاك شي فإلا بقى ديك تستنى هاد شي فأكيد انه واش نهارا يدخل عليك المال الدار ديالك فحاولوا الإخوان حاولوا فعاليات المجتمع المدني والناس اللي كتتحرك في هذا الشي هدا حاولوا انكم تعاونوا قبل ما تكون شتا حاولوا التعاون قبل ما تكون شتا لانه هاد شي اللي كان شوفوه ويكونوا حملات تحسيسية يكونوا حملات تحسيسية في هاد المواضيع للفيضانات لان اخير حاجة كان نفكره فيها هي الفيضانات فطبع للحال ما قدرش نقدره نشده هاد الامطار وما قدرش نقدره نشده بزفد الحويج لكن غاد نقدره ان ننبيرو حملات تحسيسية كفعالية المجتمع مدني ننبهو البلاديات ننبهو هاد المقاولين ننبهو مجموعة من المسؤولين باش انهم باش انهو يعني يديرو الخدمة زيالهم اللي شفنا في الضالبضاء هاد الايام شفنا واحد الكاريتة كبيرة شفنا واحد الكاريتة كبيرة في مدينة الضالبضاء ونتمنى ونتمنى وان شاء الله يكون الخير الاخوان المتضررين او اللي سكنين في كازا و اللي سكنين في مختلف المناطق فحاولوا انكم تصلوا بنا ونسمعوا الميساج ديلكم ونسمعوا نسمعوا طبعا الحال للرسالة ديلكم اللي تقدروا توجهها للمسؤولين وطبعا الحال عرفات مجموعة من الموضوع المغربية فايدانات خلفات خسائر كبيرة كانت منى وان شاء الله انكم تتواصلوا معنا هذا هو الرقم اللي هو صيف رستة خمسين ثمانية وعشرين ستين ثلاثة وثمانين هذا هو هذا هو الرقم اللي غادي نقدروا انتواصلوا به هاد اليوم هذا فحتى الناس اللي مبغاش تتواصلوا معنا طبعات الحال اللي مبغاش تعيط يحاول اكتبنا تعليق نحاول نقروهم نقروهم لكم على جميع المواطنين والمواطنات فاشفنا مدينة ضالبضاء شفنا مدينة نواحي الخميسات شفنا كذلك تطوان شفنا تانجا شفنا مجموعة من المدن اللي هي اللي هي طبعا الحال مدن مدن كبيرة مدن كبيرة اشهدات فايضانات فكانت مننا من الله سبحانه وتعالى انه ميكونوش خصائف ارواح هناك طبعات للحال الواحد البنت اللي توفت في مدينة وزان توفت في مدينة وزان جرفت هالمياه ديال احد الويديان وتوفت انه لله وانه رجعون كذلك هناك احد الاشخاص بمدينة نواحي تونات كذلك انهيار صخور على المنزل ديالو ولقي المصرع ديالو في الحين فكانت منناه ان الله سبحانه وتعالى انه ما يكونوش هناك خسائر ما يكونوش خسائر كذلك هناك المقاولين اللي غيشدوا البروجيات من القدام على البلديات وعلى الجماعات يحاولوا يحاولوا انهم يتضبطوا العمل ديالهم يحاولوا انهم يخدموا بالقلب ولمصلحة هذا الوطن لان مجموعة من المشاريع مجموعة من المشاريع مجموعة من الاشياء ديال البنية التحتية مغشوشة مغشوشة بكل صراحة او مكاملات الخدمة ديالها فمثلا لروجار مثلا واحد الشاريع خرجت له واحد الميزالية مثلا ديال 100 مليون او 300 مليون واللي غستدار فيه واحد العشرين والثلاثين الروجار كنلقوا في غاشرة ولا خمسة فهذا هو الغش هناك تتصرف الفلوس هناك تتصرف الفلوس تتصرف الفلوس في هذه الأمور اذا اخوناك تكون واحدha المراقبة خاصة في المدن الكبيرة أما المدن الصغيرة فحدث ولا خرج انتوو ماركو مشتو الفيديوهات ديالالقنات شوف تعريفين اليوم أتواف جميع المدن ديال المملاكه المغربية اننا geographical فى الجميع المدن ديال المملاكه المغربية وشفتو صف طرر اليكنت كتعيش CaStop TV اليوم وحاولنا أننا نفضحوا هذه الأمور التي تعيشها هذه البلدية و هذه الجماعات بالكثير من الناس المقربين من رؤساء هذه الجماعات ومن المسؤولين لا يريد أن نصل إلى هذه المسائل لكن قناة شوف تيفي تبقى بطبعات الحال القناة التي تقدر أنها تطرق لهذه المواضيع عكسا بعد المواقع التي لا تعطي اهتمام لهذه الأمور التي تهم الشعب المغربي حالات الفيضانات أنا أواكب أنها بشكل يومي و ساعة بعد ساعة كانت بعض الزملاء في مدينة الضلبدة منعسوش هذه الثلاثة من أجل أنهم يحروا المواضيع في هذه الأمور وتوصل الرسالة كذلك في طنجة و تطوان ومجموعة من المناطق في المملكة المغربية وحاولنا أننا نفضحه و نشوفه و شنه كان غدا إن شاء الله كان هناك زيارات نتعام العديد من الموضول المتضررة والذي تدرات بهذا الأمطار هذو سنحاول أننا ننظرهم بإذن الله ما المسؤول في هذه الواقعة أخويا من ميت نينو نينو المسؤول أخويا كل المسؤولين على هذه الواقعة هذه فهذه هي فيضانات هذه فيضانات تجي خسها فين تمشي خسها القوة هذي خسها القوة هذو يكونوا مسرحين باش هذه المياه كتنشي ديركتوم والبحر فهذا هو المشكل اللي عندنا عندنا هذا القوة هذو علاش ما كيتنقاوش قبل في شهر تسعه في شهر ثمانية في شهر عشره قبل ما تحشته يتنقاو ويتريقله عندنا بعض المشاريع المغشوشة مثلاً اللي كتدار مثلاً البروجيك تكون واحد تصفقة بين رئيس جماعة أو رئيس بلدية وبين واحد المقاول يعني كيدوزوا بعض الأمور اللي هي خطيرة خطيرة انتم ما ركوا معارفين كيف كتتمر هذه الصفقات في بعض المناطق وليس جميع المناطق فبال بعض المناطق بعض الناس الغير وطنيين هما اللي كيتحملوا هذه المسئولية في هذه الصفقات فتخليوا ذاك المقاول يدير اللي يبغى من بعد كيسالي كيسني له كي ياخذ الفلوز يالو والله عاون والله عاون فهذا الشي مخصوبة يكون الإخوة رخص تكون واحدة للجنان تعال رقابة تكون الحال من وزارة الداخلية اللي كتشرف على هذه الأمور هذه خاصة تحت الأمور تعالى الشوارع تعالى الروغار لأنه فشكة تحشتة راكيباً العيب ها من دين الضلب مدينة تيطوان مدينة مجموعة من المدين بعض المرات كندوزوا على بعض القوادس كالقوفهم يعني كالقوفهم يعني بعض القوادس اللي ينبوشين بالطراب بالميكا بالريفيتو بالحلوة بالبيم وكالقوفة الكراطن الداخل إلى غير ذلك ما كانت تحركوش وفشكة الفيادانات كانت بقلبكو وكانتقولوا أراد الدولة هي المسؤولات دولة هي المسؤولات حتى ذلك المواطن اللي كيشري ذلك الماكلة ديال ومشي حاجة وكيرمها في الشارع كيسيبها عراك تمشي للروقار من بعد كبشي للروقار كانت تحركوش إلى غير ذلك وكيوقع هذا الشي ما نقدروش أننا نتحملوا المسؤولية كاملين لكن طبعا الحال كأن هناك قدرة الله سبحانه وتعالى فهذه الأمطار فاش كيتجيرا كتشك للفيضانات في العالم كله العالم كله كتلقاه فيضانات حتى هنا في اسبانيا انتم مركم مع الصباح حضرت لكم لايفات اللي بحر شنو خرجت في الويديان تبارك الله غدا كذلك عندي موعد مع مجموعة من المناطق من الأمور إلى ذلك الحين طبعا الحال أقول لكم شكرا لكم على المتابعة كنا معكم في هذه 15 دقيقة هدرنا في على هذا الموضوع هذا كل واحد لما تحمل المسؤولية كل يتحمل المسؤولية للمواطن كل يتحمل المسؤول كل يتحمل المنبقاور كل واحد طبعا الحال مزيد من الحيطة والحاضر خاصة الناس اللي سكني في الويديان الناس اللي سكني في بعض المناطق اللي هي حساسة حضروا رأسكم لأن هذا الويديان ما كنت تعلمش فوقاش كاتجي الله يشفي الجميع و نتمنى 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 إن شاء الله أن الأمور تمشي بوحد الشكل اللي هو عادي دمتم في رعاية الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم